وأهل السنة والجماعة هم الطائفة الذين هم على الحق والهدى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك أيها الإخوة إن العقيدة الصحيحة هي أهم ما يجب معرفته وتمسك به لأنها هي رأس مال المسلم وأغلى ما يملك في هذه الحياة فلابد أن يهتم بشؤون العقيدة وأن يتفقها في دين الله تبارك وتعالى وإن عقيدة أهل السنة والجماعة هي العقيدة الصحيحة السالمة من البدع والأهواء والانحرافات لأنها قامت على أسس متينة وقواعد ثابتة وأصول صحيحة راسخة وأهل السنة والجماعة هم الطائفة الذين هم على الحق والهدى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك وفي رواية حتى تقوم الساعة وهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق يعني على المنهج الصحيح وعلى العقيدة السليمة وعلى الإسلام الصافي هذه بشارة المصطفى صلى الله عليه وسلم لأمته فحري بكل مسلم أن يسعى لمعرفة هذه العقيدة وأن يتفقها في دين الله ليعلم الحق فيتبعه ويعلم الباطل فيجتنبه ولا تزال هذه الطائفة على الحق منصورة لا يضرها من خذلها ولا من خالفها ولا شك أن هذه الطائفة هي من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شكرا للمشاهدة